توعية بالتوصيات العالمية لتطعيمات وكذلك التطعيمات الوقائية والمعلومات المخلوطة التي يتعلق فيها ما أحب أطيل عليكم يعني إحنا اليوم عندنا ساعة وإذن الله الجميع يكون يستمتع فيها فنبدأ مع الدكتورة الله يديك العافية تفضل الدكتورة رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين أشكر لكم تحت الفرصة هذه التحدث عن موضوع مهم جدا موضوع تطعيمات السفر من فترة طويلة وهو موضوع مطروح على الساحة ولكن جائحة كورونا يمكن حتى خلت الموضوع يكون أهم أكثر وواضح أكثر بالنسبة للعملين الصحيين وبالنسبة للمجتمع في خلال الربع ساعة القادمة نتكلم عن مخاطر الأمراض المعدية أيادات طب السفر ودورها والنصائح الصحية قبل السفر والتوصيات العالمية والتطعيمات اللازمة قبل السفر كما نعرف أن بعض الأمراض المعدية ليس لها سوى مضاعفات بسيطة ولكن بعض الأمراض مثل الالتهاب الرئوي وبيروس العوز المناعي الأيدز الالتهاب السحاية لها خطر شديد على الحياة بالإضافة أنه حتى الأمراض المعدية الخفيفة في وقت السفر يكون إذا كان الشخص مجهد ويحاول أن يقضي وقته في قضاء حوائج بهدف السفر سواء كانت نزهة أو سواء كان لعمل يكون معرض لضغوط نفسية أكله يتغير نومه يتغير حتى الأمراض البسيطة عندما يصاب فيها في وقت السفر تكون أشد وطأ عليه كما ارتبطت بعض أنواع العدوى بالأمراض السرطان مثل الورم الحليمي وهو مرض له تطعيم يصيب سرطان عنق الرحم هذا أحد من أحد الأمراض المعدية التي لها علاقة بالسرطان برضو الملوية البوابية التي نسميها جرثومة المعدة كذلك لها خطة مرتبطة بإصابة بسرطان المعدة والقرحة الهضمية وفيروس التهاب الكابيدي بي و سي تؤدي على المدى البعيد إلى الإصابة بسرطان الكابيدي أظهرت الدراسات أن حوالي نصف المسافرين من دول متقدمة إلى دول نامية يصابون بعض الأمراض المعدية أهمها الإسهال ما نسميه إسهال للمسافرين يصيب 20 إلى 25% من المسافرين وعادة يكون في الجو الحار في فترة الصيف يكون أكثر هناك مناطق بالعالم بالذات في أفريقيا يكون المسافر إليها عرضة للإصابة بالملاريا أو الحمى الصفراء وكلها مرضين معديين الحمى الصفراء لها تطعيم مرض خطير لكن يوجد له تطعيم ويجب الالتزام بالتطعيم عند السفر للبلاد الموبوءة بالحمى الصفراء ليس فقط الأمراض المعدية عندما نتكلم عن السفر لكن أظهرت دراسات أن الوفاة المسافرين نتجت عن أمراض القلب بنسبة 50 إلى 70% وممكن يكون أنه له علاقة أيضا في الأمراض المعدية يعني يكونوا أنه عنده مرض القلب لكن إصابته مثلا بالإنفلونزا مع الضغط والسترس والتعب والإرهاق تؤدي إلى الوفاة بينما في شخص عادي ممكن ما تؤدي إلى الوفاة وغالباً مو ضرور يكون أنه المرض المزمن هو سبب الوفاة على المرض المزمن بالإضافة إلى إصابة مع المرض المزمن بأمراض معدية حتى لو كانت خفيفة وبسيطة ممكن تؤدي إلى الوفاة كذلك الإصابات والحوادث حوالي 25% أما الأمراض المعدية للناس اللي في صحتهم وعافيتهم بدون ما يكون عندهم أي إعاقاء وإصابة في سن الشباب من 2.8% إلى 4% يصابون بالأمراض المعدية مستوى خطر الإصابة بالعدوى من الأمراض يختلف من بلد إلى آخر على حسب البلد وانتشار الأمراض فيها عندما يكون المستوى الصحي منخفض سواء في البلد أو مستوى الصحي للشخص نفسه منخفض إذا كان بدل مجهود مثلاً في النزهة أو السفر أو إرهاق عمل أو إذا كانت فتت إقامته في البلد أطول والمسافرين بسبب الإجهاد معرضين لكل الأمراض التي قد يصاب بها في موطنه إضافة إلى الأمراض المعدية والأمراض المعدية مع الإرهاق تكون أشد من أهمها إسهال السفر كما ذكرنا أن الواحد يكون لازم ينتبه للأكل للشرب للمياه حتى لا يتعرض لهذا الإسهال ومن أهم الأمراض يتعرض للإسهال اللي هي الكوليرا في بعض الدول اللي موبوءة بالكوليرا ينصح بتطعيم الكوليرا عند الذهاب إلا هذه الدولة طبعاً الكوليرا هي ما تكون طول السنة في البلد لكن إذا الواحد تفر لبلد وكان موجود فيها هذه الفترة الكوليرا مفترض أنه يأخذ التطعيم يسبب إسهال المسافرين يسببوا عدة أنواع من البكتيريا قد تكون بها الإصابة شديدة جداً لذلك يجب أخذ الحيطة حتى في حال التطعيم عن بعض الأمراض المعروفة هناك بعض الأمراض غير المعروفة من أهم الأمراض اللي نعرفها هو تسبب الإسهال اللي هو الكبد الوبائي النوع ألف عن طريق الأطعمة الملوثة من الأمراض المعروفة الأخرى الدرن الأمراض التناسلية والملاريا وأخيراً ظهر لنا على الساحة الكوفيد-19 كورونا يعتبر من أهم الأمراض التي يجب أخذ الحيطة والتطعيم عنها قبل التحرك من أي بلد وكما كانت في جائحة كورونا كما نحن عارفين أنه الدولة اللي يكون فيها منتشر أكتر يكون السفر لها محذور يكون الطفعيمات لها إجراءات معينة نفس ما ينطبق على الكورونا ينطبق على الأمراض الأخرى ولكن لأنها كانت في أماكن معينة وفي حالات فردية ما كنا نحسبها الكورونا لأنها كانت في نفس الوقت في العالم كله كانت محط الأنظار لكن الأمراض الأخرى موجودة وتصيب الناس لكن لأنها حالات فردية ما نجمعها مع بعض فما نعرف قديش عبقها علينا فإذا كان نريد أن نتكلم اليوم من أهم ما أحب أن أعرف عليه هو طب السفر وعيادة طب السفر طب السفر هو الطب الذي يعني بصحة المسافرين والسواح وهو فرع من ثروع الطب الوقائي يهتم بصحة وسلامة المسافرين بالإضافة إلى الطيارين وكافة العاملين بمهنة الطيران واستجابة لإنذاء منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية والأقليمية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة من خلال تفادي انتقالها عبر المسافرين جاءت الضرورة لتقديم خدمة طب السفر خدمة طب السفر متكاملة بهدف تعزيز الأمن الصحي الوطني عن طريق منع أي أمراض معدية وافدة أو فاشيات متبطة بسفر المواطنين أو الوافدين لذلك في بعض الدول مثلا دول أفريقية لما يجوا للحج تشترط وزارة الصحة أن يكون مطعم عن الحمى الصفراء وإذا ما كان مطعم عن الحمى الصفراء يتم حجره حتى فترة حضانة المرض حتى لا يتم انتقال المرض عندنا فهذه بعض الإجراءات المعروفة وتتخذ في الحج لكن لا تستخدم على مطلطاق واسع لذلك وجدت هذه العيادات فإذن أهداف العيادات تحديد المخاطر الصحية المحتملة للسفر المساعدة في اتخاذ التدابير الوقائية اعتمادا على وجهة السفر والمساعدة في حماية المسافرين من خلال توفير المشورة الطبية تثقيف الصحة للأمراض المتعلقة بالسفر توفير خدمات الليهقاحات والأدوية الوقائية لذلك في وقت السفر يجب تحديد الوجهة عشان أنا أتكلم مع المسافر لازم يحدد للدول المتوجه لها وبناء عليها تعتمد التطعيمات اللي يحتاجها الشخص في السفر فإذا الخدمات اللي تقدمها استشارت ما قبل السفر إذا كان مريض كان عنده مرض مزمن إذا كان يحتاج إلى أدوية كان عنده مرض السكر كان في حفظ الإنسولين كان في يتعامل مع مرضه المزمن معلومات حول السلامة في السفر وتجنب التعرض لأي مخاطر مثل الحوادث أو الإصابات أهم شيء وهو حديثنا اليوم هو التطعيمات التي تساعد في حماية صحة المرضى وعائلاتهم أثناء السفر للخارج ويقدم فريق قيادة بالسفر كمان أحده المعلومات المتوفرة حول التطعيمات الموصى بها والضرورية لحماية المسافرين من الأمراض المعدية حسب التوصيات المحلية مثلا في بعض الدول إحنا عندنا تطعيم الحمى الشوكية الرباعي في بعض الدول عندها بي إحنا مو موجود عندنا هنا بي فإحنا ما إحنا مطعمين لكن إذا ذهب إلى دولة وكان منتشر فيها أو كان وجود عندها وباء من هذا النوع وهو مضطر للسفر لعمل أو لأي سبب آخر فيجب عليه أنه ياخذ الاحتياطات والتطعيم بالتطعيمات التي يحتاجها فمن النصائح الطبية للمسافرين المعروفة عالميا في أي دولة تقدمها كما ذكرنا تطعيمات السفر في نصائح خاصة بكبار السن ونصائح للمسافرين ذوي الإعاقة الأكل والشرب أثناء السفر هناك إجراءات معينة يجب الانتزام بها تجنب لضغات البعود عند السفر إحنا عارفين أن مرض حمى الضنك ما له تطعيم لكن ينتقل عن طريق البعود يجب الانتباه من التعرض للبعود الحمى الصفراء بالرغم من أنه فيها تطعيم لكن برضو هي تنتقل عن طريق البعود الملاريا ينتقل عن طريق البعود كذلك العدوى المنقولة جنسية والمرض من أهم النصائح التي يجب أن تقدم للمسافرين في العيادة والنصائح هي استشارة الطبيب الحصول على المعلومات قبل السفر قبل السفر إيش المعلومات في الدولة اللي هو سافر لمن ناحية الطبية وانتشار الأوباء والأمراض الاطلاع على آخر المستجدات يعني يمكن يكون فيه مرض تطعيم موجود أو غير موجود أو متاح الحرص على نشاط الدورة الدموية والحركة وترطيب الجسم ما يكون عنده جفاف يعني شرب ماء الكافي ضروري جداً لأنه برضو هذا يؤدي إلى الإرهاق واحتمالية الإصابة بالأمراض وتقييم الوضع الصحي قبل السفر الاستشارات ما قبل السفر فتضمن تقييم المخاطر الصحية لكل بلد على حدة مثل العوامل المعدية النادرة دوار المرتفعات إذا كان الشخص ممكن يصاب بدوار المرتفعات والإعياء الناجم عن درجات الحضارة المرتفعة مراجعة ملف التاريخ الطبي والتطعيمات مع تقديم نصائح لتعزيز الصحة الوقائية يعني فيه تطعيمات عندنا جدول التطعيمات المعتمدة عندنا من مزارة الصحة للصغار والكبار يجب الالتزام به كل ما كان واحد مغطي التطعيمات حسب عمره يكون سهل على نفسه وقت السفر بحيث أنه يطعم التطعيمات الإضافية يعني إذا كان هو مطعم مثلا الكبد الوبائي به ما يحتاج وقت السفر أنه يطعمه ويأخذ الأشياء الأساسية الضرورية في البلد اللي هو مسافر لهم فيه بدول شديدة الخطورة مثلا بعض الدول الأفريقية اللي فيها الحمى الشوكية وكل أنواع الحمى الشوكية ويكون فيها كوليرة في نفس الوقت بعض الدول يكون فيها كوليرة والحمى الشوكية والحمى الصفرة في نفس الوقت وهذه تحتاج إلى يعني تعامل معين وتطعيمات معين ويحتاج من بدري متابعة في العيادة كذلك توصيات للتطعيمات تقديم توهيجيهات للحصول على اللقاحات للوقاية من الأمراض توجيهات للإحتياط من العوامل الناقلة للمرض كما قلنا بعض الحيوانات أو البعوض توجيهات للوقاية من الملاريا مع توفير وصفات طبية إذا لزم لأن الدول الموبوعة في الملاريا صح ما لها تطعيم لكن لها ممكن دواء ياخده وقائي قبل ما يروح كذلك توجيهات بشأن الإسهال سواء كان الإسهال لمرض ممكن التطعيم منه أو إسهال لا يوجد تطعيم ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية منه توجيهات بشأن وقاية المسافرين من الإسهال وعلاجه تحديد الموارد الصحية في البلدان اللي يزورها لازم يعرف هل هو عنده تأمين هل لما يروح هناك وهذا برضو ظهر على الساحة ووضح لما كان في كورونا وكيف كان مطلوب التأمين الصحي لعلاج الكورونا في البلد أغلب الأمراض هي كده لكن زي ما قلنا أنه من أول ما كان ما كان الضعوء مصلط على أهمية هذه العيادات والتوجيهات الخاصة فيها هناك أيضا توجيهات بشأن المخاطر المتعلقة بالسفر مثل دوار المرتفعات وتقديم الوصفات الطبية لأي أدوية ممكن يحتاجها الشخص بهذا الخصوص آخر نقطة رقم عشرة هي هناك فرصة لطرح أسئلة حول مخاوف الصحة والسلامة المتعلقة بخط سير الرحلة كل هذه الأشياء تقدمها الاستشارات ما قبل السفر النصائح السحية قبل السفر الاطلاع على آخر المستجدات كما ذكرنا كيف ينصح بزيارة مواقع إلكترونية مثلا مراكز السيطرة على الأمراض في مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي وفي السعودي اللي الآن كان CDC المركز السعودي للسيطرة على الأمراض والآن اسمه هيئة الصحة العامة عندها معلومات مهمة عن جميع الأمراض في جميع الدول وممكن تتقدم وزارة الصحة كذلك عندها المعلومات المهمة اللي ممكن الواحد يطلع عليها منظمة الصحة العالمية عندها إرشادات تفيد بآخر المعلومات عن تفشي الأمراض يعني إذا الواحد مسافر على البلد دخل على موقع منظمة الصحة العالمية يعرف أنه هذه البلد في هذه الفترة عندها وباء أو ما عندها إيش الأمراض اللي موجودة عندها حتى قبل ما يذهب للعيادة يكون هو عارف عن هذه الأشياء وتكون محدثة دوريا زي ما قلنا لوحد جاء سألني أبغاء أروح بلد معين العام ما أقدر أجاوبه الآن لأنه لازم في فترة السفر نحدد الوضع الوبائي في تلك الدولة في أشياء عامة لكن في أشياء محددة لازم في وقت السفر نحددها النقطة الثانية الحصول على معلومات قبل السفر عادة وزارة الصحة تنشر معلومات عن التطعيمات أو الحالة الصحية الواجب التمتع بها لدخول البلد مثلا عندنا نحن هنا في المملكة فيه اشتراطات للحج هنذكرها في الشرائح القادمة مثلا كمان كذلك منظمة الصحة العالمية توصل المسافرين إلى أفريقيا وجنوب أفريقيا حصول على تطعيم ضد الحم الصفراء في نفس الوقت احنا هنا نشترط على القادمين من أفريقيا أو جنوب أفريقيا انهم يكونوا مطعمين من حم الصفراء قبل ما يجوا للحج وهو مرض فيروسي شائع وموجود في بعض الدول وتطعيمه بس احنا نقول أنه لازم نراجع العيادة من بدري نتأكد أنه التطعيم موجود لأنها هي ما نعتهد هنا في البلد نوفرها للنسافرين وهل هي متوفرة في المكان أو في العيادة اللي أروحها لذلك احنا ننصح بزيارة العيادة كما نذكر هنا هو مفترض أنه قبل السفر بأسبوعين لكن إذا كانت السفر لمناطق من اللي فيها تطعيمات ما هي متوفرة دائما أو نادرة يحتاج أنه يزور العيادة قبل أربعة إلى ستة أسابيع لأنه إذا ما كان متوفر لقاح يحاول يوفروله إياه وبعض اللقاحات تحتاج أن الشخص يأخذها قبل عشر أيام أو أسبوعين من السفر لذلك كل ما كان مراجعة العيادة قبل السفر بفترة أطول كان في فرصة لأخذ التطعيمات في بعض التطعيمات ما تحتاج وقت يعني مثلا الكبد الوبائي ممكن الشخص يأخذ وقت السفر لكن الهم الصفراء لازم قبل عشر أيام هم الشوكية لازم قبل على الأقل عشر أيام بالنسبة للوضع الصحي أن بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالالتهابات وتفاقمات صحية مثل الحوامل الأطفال كبار السن مرضى الأمراض المزمنة أصحاب الجهاز المناعي الضعيف ممكن ينصح الطبيب بتأجيل السفر أحيانا لأشخاص مثلا عندهم الضعف في الجهاز المناعي وممكن يذهبوا لبلد فيها أمراض سواء كان لها تطعيم أو ما لها تطعيم لأسباب السفر إلى المناطق الموبوعة بفيروس زيكة كما نعرف الأنسب تشوهات في الجنين فمراجعة العيادة مهم جدا بس مهم أنه تحديد وجهات السفر سواء كانت وجهة واحدة أو أكثر من وجهة نشاط الدورة الدموية والترطيب مهم جدا أن الواحد ما يكون عنده جفاف أن تحفيز الدورة الدموية وتمدد السقر عشان ما يحصل عنده أي تجلطات من الجلسة الطويلة أو إذا كان فيه طيران طويل أو فط سير طويل من منطقة لمنطقة وشرب الماء الكافي وتجنب شرب المشروبات الكافيين في هذه الفترة إذن التطعيم هو إحدى أقوى الأدوات المتوفرة حاليا للتصدي لكثير من الأمراض التي يمكن الإصابة بها وعلى مستوى الطب الوقائي التطعيم يعتبر رقم واحد في الوقاية يعني من أهم النجاحات في الوقاية هي التطعيمات أنواع التطعيمات طبعاً عندنا التطعيمات الأساسية سواء كان للأطفال أو الكبار الأطفال لهم جدول تطعيمات الكبار لهم جدول تطعيمات فيه التطعيمات أو اللقاحات الخاصة بمختلف وجهات السفر اللي محددة لكل دولة وفيه طبعاً الآن اللي ظهر على الساحة الكوفيد هذا الجدول تطعيمات للأطفال الأساسي من الولادة إلى ستة أشهر إذا كان الطفل مكتمل بهذه التطعيمات أغلبها هي من ضمن المتطلبات حق السفر يعني مثلاً هي بتايتس بي إذا كان تيتانس فعشان كده الواحد إذا كان مكمل جدول تطعيماته ياخد بس التطعيمات الإضافية لكن لو كان من الأساس الجدول ممكمل فيحتاج أنه يكمل جدول التطعيمات المطلوب منه بالإضافة إلى الخاصة بوجهات السفر هنا كمان نفسه من عمر 9 أشهر إلى 18 سنة اللي هو الجدول السعودي اللي حدث في عام 2020 وأضافوا عليه الفئة العمرية من 11 سنة إلى 18 سنة ومن ضمنها واحد من أهم التطعيمات اللي هو تطعيم الحمى الشوكي الرباعي أضافوه في عمر 18 سنة يعني يعتبر عند دخول الجامعة وهذا من أهم الإضافات اللي أوضيفت إلى جدول تطعيمات الأطفال ومهم جداً حتى في السفر وفي الحج هذه جدول تطعيمات الكبار الجدول الوطني برضو يحتوي على الإنفلونزا اللي هي من أهم الأمراض اللي بيشتة أنواع بلاد العالم رقم واحد يجب تطعيم الإنفلونزا فيها كمان الثلاثي البكتيري وجميع التطعيمات المطلوبة للكبار يعني للبالغين يعني طبعاً موعد تلقي الجرعات قبل السفر هو يجب الحضور قبل السفر بستة أسابيع على الأقل مع أنه بعض التطعيمات لأنه ممكن يكون لها مراحل زي ما قلت بعض التطعيمات ممكن تكون ما هي متوفرة في العيادة يحتاج توفيرهم بالنسبة للعالم كله في كل قارة في لها بعض من الأمراض الخاصة فيها طبعاً قارة أمريكا وأوروبا لك الشمالية وأوروبا مفترض أنه لقاح بيروس الإنفلونزا بقية القارات من ضمنها اللي هي أستراليا وما جاء ورها وقارة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا والوسطى والجنوبية نفس الشيء اللقاح الإنفلونزا وفي الفترة الحالية طبعاً نتكلم عن الكورونا وكوفيد 19 كمان شايفين أنه أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية نحتاج في الذهاب إلى هناك اللقاح الحمى الصفراء وهو أكثر اللقاحة طلباً وكذلك اللقاح الكبد الوبائي وحسب الدولة وحسب الوجهة وحسب الفترة واحد من أمثلة الاشتراطات للتطعيمات هي التطعيمات الخاصة بالحجاج من خارج المملكة مثلاً مشترط لقاحة المكورات السحائية اللي هي الحمى الشوكية الرباعي إذا كان المقترن فتكون جرعة كل خمس سنوات إذا كان متعدد الشكريات جرعة كل ثلاث سنوات وهذا اشتراطات من زمان لدخول الحجاج إلى الحج المملكة العربية السعودية لقاح الإنفلونزا الموسمية جرعة واحدة سنوياً كوفيد-19 مطلوب من حجاج الخارج أنه على الأقل يكون عندهم جرعتين لدخول المملكة وهذا واحد من الأمثلة بسبب الوقت الآن ولا يساعد أن أتحدث عن كل شيء لكن هذا واحد من أمثلة الاشتراطات والتطعيمات وهذه التطعيمات حسب وجهة المسافرين مثلاً الحمى الصفراء جرعة واحدة التيفوئيد ممكن يكون جرعة واحدة وعاد بعد ثلاث سنوات والكبد الوبائي وهكذا وهذه نحددها حسب وجهة السفر وحسب البلد الشخصي رغب السفر لها وفي هذه الفترة إذا كان في أوبئة موجودة هناك من الضروري التأكد كما ذكرنا أن جميع اللقاحات الروتينية اللازمة للفئة العمرية مثل الأطفال والكبار قد استكملت أشهر التطعيمات في حالة السفر المطوبة الالتهاب الدماغي الياباني الحمى الصفراء الالتهاب الكبدي A و B التيفوئيد المكورات الصحائية اللي هي الحمى الشوكية وفي المنزل الموسمية وهي أكثرها استخدامهم الوبائي كما ذكرنا أنه ممكن أخذ التطعيم حتى قبل السفر بفترة جداً قصيرة بأيام يعني ما يحتاج فترة طويلة وما يحتاج فترة قبل أسابيع ويعتبر من أهم الأشياء لتتقي من إسهال السفر الحمى الصفراء برضو مهم جداً وهذا ما قلت أنا بالنسبة لي في العيادة أشوف كثير يجي يطلبه رايحين أفريقيا وأحياناً زي ما قلنا هو نادر ما يكون متوفر لأنه ما في سفر كثير خاصة إذا العيادة ما عليها إقبال للمسافرين ما يكون متوفر فيها بكمية كبيرة لما تبدأ يعني يبدأ طب السفر يعتمد عندنا ويعترف في المجتمع ويتعامل معه ممكن يكون بعد كده نقدر تتوفر بكميات كبيرة بحيث أنها ما تنتهي مدتها هوية موجودة يعتق قبل الرحلة بدء الرحلة بعشرة أيام على الأقل في الخلاصة ينصح بحجز موعد للاستشارة قبل السفر مع عيادة طب المسافرين قبل أسبوعين من المغادرة على الأقل ويفضل من أربع إلى ثمانية أسابيع قبل المغادرة وعند طلب حجز موعد للاستشارة قبل السفر يجب إبلاغ الطبيب كل البلدان التي سيزورها كل الوجهات موعيد الزيارة ومدة السفر أي ظروف غير عادية والتأكد من أخذ التطعيمات الروتينية المطلوبة من الشخص حسب الفئة العمرية وفي النهاية الوقاية خير من العلاج شكرا لكم جميع لحسن استماعكم شكرا للمشاهدة شكرا لكم من شاء الله دكتورة كانت محاضرتها كافية ووافية لأنه أنا في بعض نقاط أشرحها في الأول طبعا أشكلكم عن استضافة معكم فخر بن زهير الأيوبي وسعيد أني أشارك صيدرانية في هذه الحملة لأنه نتوع في جزء كبير من التطعيمات تتحضر في مصانع أدوية فكان لابد طبعا نكون لنا تواجد في التوعية وكمان حاجة مهمة نقاط ضوء على بعض المضب التي هي التطعيمات إيش فروقها إيش الخلفية المعلوماتية لها في المجتمع لليل يوم إحنا مجتمعين تعرفين هو طبعا هو هذا الأسبوع هو أسبوع اللي هو اسمه Awareness Immunization Awareness Week وهو أصلا يعني هو الأسبوع التوعوي العالمي للأمراض الوبائية والحصانة منها في حاجة كانت طبعا ممكن هذه الصورة الآن صارت كده نعرضها وخلاص نروح للمسلايد بعد كده لكن في هذه الشريحة طبعا هذه الصورة للأمانة كانت حلم لما بدأ كورونا وكيف كانت المشاكل اللي حصلناها في ممكن نقول وباء الكورونا وكيف كانت الحلم في الآخر استطعنا طبعا ولله الحمد أنه يكون في لها تطعيم لذلك التطعيم ترى هو نعمة وهو أعتقد أحدث ما توصل إليه الإنسان طبعا وفوقها وكل ذي علم عليم إلا أنها فعلا كانت تحديات قوية جدا وفي كل مرض كان يتواجه في الحياة البشرية كنا نتعرض لنفس التحديات اللي مرنا فيها في كورونا يمكن ربي أراد نعيشنا هذه التجربة الآن إحنا ممكن وعين لها بعد كده ممكن نقولها للإجارة القادمة لكن بالفعل كانت خلم وزي ما تشيفين الآن صار موجود صاروا تعليمات معلومات أكثر وهكذا طيب الجزء اللي أريد أن أغطي اليوم طبعا أنا عارف أنه سهل أن أغطي موضوع زي كده في ربع ساعة عائلين وأحاول طبعا لقاء الضوء على أن هي رؤوس الأقلام المهمة التي نشارك فيها الصحافة وبعد كده أي سؤال يستشار طبعا تم الاستعداد لأنه زي ما قلنا هو علم واسع بحر كبير لكن في بعض النقاط لابد أنه نترحل اليوم إن شاء الله في موضوع التوعية طبعا ليه هو مهم ما يقارب 2.5 مليون حالة وفاة كل عام نقدر نتلافاها عن طريق التطعيم فبالتالي عدم أخذ التطعيم أو التهاون في التطعيمات ممكن تؤدي إلى وفاة في بعض الدول وفي بعض المجتمعات فعالية طبعا لما تكون 100% هذا شيء رائع لكن طبعا كما نعلم أن بعض التطعيمات ممكن لا تقدر توصل لهذه النسبة في بعض ها وصل إلى 97-95 ولكن كل ما كانت الفعالية 100% كل ما كانت طبعا أكيد لها نسبة عالية في حماية الأطفال والمجتمع من الأمراض وفي بعض حتى من الموفيات وخاصة في الدول النمي طيب الآن بعض الوفيات التي رصدت زي الحسبة وغيرها أدت إلى وجود التوصيات بالتطعيمات يعني كورونا على سبيل المثال نحن عشنا تجربة حية الآن يعني ما نبغى ناخد الماضي الحين الحاضر اللي عشنا شاهدنا طبعا وفيات كانت كميات كبيرة يمكن كانت بعضها حتى لأسف ما وصل إلى الوفاعة فكان له بعض الاعتلالات اللي هي مزملة صارت على مدى الحياة طب إذا أقدر أطلع تطعيم الكورونا الآن وصلت التطعيم حقها إلى 95 بعضها 97% فهنا كده ممكن بعد عدة ممكن نقول سنوات تصير من التوصيات الأساسية في التطعيمات تطعيم كورونا بالضبط اللي حصل الآن في منظمة الصحة العالمية بعد التطعيمات صار لها الصدارة وصار لها توصيات عالمية نبدأ أن كل المجتمعات تأخذها فهذه ما في نقاش فيها طيب هل معنى ذلك أنه أي تطعيم ممكن يكون لودور في الحصانة من أي فارس على سبيل المثال لا عشان كده في كل مرة نحتاج نسوي تجارب وبالتالي محاولات لتصنيع تطعيم خاص في بعض الأحيان في أمراض خاصة جدا وحتكلم عنها بتفاصيل أكثر في الشرائح القالية كما نعلم وأعتقد في كورونا كانت واضحة جدا الجمهور بين مؤيد وبين معارض ما عندنا الحل الوسط في مجتمعات كانت ترفض التطعيم قلبا وقالبا يقول لك ما أبغى أأخذ أي تطعيم أو أي لقاح وهذه مؤامرة وهذه مدريش فالفكرة كانت السائدة في ذاك الوقت أنه لا التطعيم هذا سيضرني خليني أنا من غير تطعيم في المقابل سيأتي كورونا ممكن يصير في تنميم بعد كذا ومضاعفات أنت في غنى عنها وبالتالي المجتمع في غنى عن أنه يصرف أموال طائلة يفقد شباب يفقد عدد كبير من المجتمع بس عشان ما يبغى أأخذ التطعيم طيب إيش ممكن نقول مسبباتهم إيش تعليلهم لهذا الشيء يقولك الله خير حافظه وأرحم الراحم ربي كاتب لي أموت حموت ما أبغى أأخذ التطعيم بعض الأحيان عندهم حجج قد يكون مقنعة إنه ممكن يكون الفكسين ما هو موجود وهذا اللي حصل في بداية كورونا كان الناس هذه أو هذا المجموعة من المجتمع اللي قال ما أبغى أأخذ التطعيم هو أصلا ما هو موجود عشان تأخذه فهذه ممكن يكون غير متوفر ممكن يكون متوفر لكن سعره ما هو مناسب بمعنى آخر بعض الدول لا تستطيع طبعا شراء هذه التطعيمات بعض الأحيان ممكن يكون في مضاعفات لهذه التطعيمات زي ما بيحصل في بعض اللي هو الإنفلونزا سبيل المثال التطعيم الإنفلونزا بعضنا بيحصلوا ممكن نقول أتاك لمدة اسبوعين أو ثلاثة حسب طبعا الجهاز المناعي في جسم كل واحد فينا يقولك ما أبغى هذا الشي أو يحصلوا اللي هي ما يسمى بالحساسية المفرطة أو بعض الأحيان يكون كبير في السن أو هو أصلا عنده نقص في المناعة فهذول لهم أكيد فتوى علمية مختلفة تماما عن اللي هما الناس المفروطة تأخذ هذا العلاج أو هذا التطعيم في بعض الأحيان وهذا اللي قالت الدكتورة مشكورة إن في بعض المناطق ما عنده هذا الوباء أو ما عنده هذا المرض فبالتالي ما ندعي أن يعرض أنا مناعة هذا الشخص لتطعيم ما يستفيد منه إلا إذا حصل مسافر لمناطق أخرى موجود فيها هذا المرض على النقيد تماما اللي هم يقول لك لا درهم وقايا خير من قنطار علاج يقول لك أخذ التطعيم وأحسن الأطفال وأحسن الحوامل وأحسن الكبار في السن وأحسن المجتمع لأنني أنا في الآخر اللي أنا أبغى أسعاله أني أوصل إلى مجتمع صحي خارب من الأوباء لذلك ظهر طبعا فئتين يقول لك أستنى غير يأخذ التطعيم وبعد كده أخذه أنا فهذا يعتبر من نوع المعارض لكنه الخفي البعض الآخر يقول لك لا خذها يمكن ما تتعرض للإصابة بهذا المرض لكن وانس حصلت حصلت الإصابة هنا أنت الآن مفروض تكون المناعة عندك قوية إنها تدافع عنك في تجاه هذا المرض منظمة الصحة العالية زي ما تشايفين الآن نصت على 26 مرض ممكن المقايمين إن شاء الله ونصت على لقاحات هذا المرض زي ما كانت تتورا حسب المناطق حسب أماكن السفر المناسبات ممكن يكون حتى في تجمعات وهكذا فهذه بعضها منصوص فيها البعض الآخر لسه لم ينص فيها إلا أنها تخضع إلى طبعا استشارين لليهم الطب الأسرة والمجتمع وخصائين السفر اللي هي زي بعضها اندثر أو بعضها غير متواجد أو بعضها زي ما قلنا ما يحتاجها المريض زي الطعون والجدري ممكن هذه من الأشياء الآن أصبحت من الماضي إلا أنها كان لها دور في طبعا أكيد تعرض دقيقة شوية معلش أعتذر بس لأنه السلايد خرجت من يندي تحمسة شكلها السلايد ما تبغى تكمل أوكي واضحة الحين Can you see my slides بس ما هي ما هي بس يبغى لها شوية تطلع وترجع مرة تاني يمكن ايوه طبعا كده شكرا ومزعلوا علي الشركات الفاكسين طيب تتعرف مهم طبعا الآن نحن قلنا أنه هو أسبوع الحصانة وليس أسبوع التطعيمات طب إيش الفرق بين التحصين والتطعيم مهم جدا طبعا ننفرق بين الأثنين التحصين هو حجر أساسي للصحة العامة وهي وسيلة تستخدم لحماية الأشخاص مع أمراضة معلية يعني هي هي الأشمل بمعنى ممكن تكون لبس الكمامات القفازات يجب أن نسوي في بعض المناطق نعزل المرضى عن الأصحة هذه كلها تؤدي إلى تحصين المجتمع وليس تطعيم المجتمع فبالتالي التطعيم أو الفاكسين اللي هو الجزء المضاعف من الفيروس أو البكتيريا اللي هي الميتة هذا جزء من محصلة الحصانة التي تفرض على المجتمعات فبالتالي إذا ما قالت الدكتورة الأنتيبيوتكس على سبيل المثال هذه جزء من التحصين في بعض المناطق ما لها فاكسين لكن إيش لها لها أنتيبيوتكس أو ممكن نديهم في بعض الأحيان مدعمات للمناعة زي باتمين سير زي بعضها نديهم اللي هو أنواع من يعني بعض المنشطات للمناعة بحيث أنها تعمل عمل التطعيم في هذه المناطق طيب الآن اللقاحات اللي اسم الآخر لها التطعيمات هي عبارة عن بكتيريا أو فيروس الآن حقول لكم هم نوعين الأمثل طبعا أن نقول إنها نوعين إيش أكسد بالنوعين طبعا الآن في كان زي ما أنتم شايفين في البداية قلت في الدكتورة إنه في بعضهم ناخدهم مرة واحدة وفي بعض التطعيمات لازم لها جرعات منصفة اللي لأنه حسب نوع التطعيم إيش نوع اللي هو اللقاح من إيش يتكون الشيء المهم طبعا إنه فكرة أصلا تصنيع التطعيم أو اللقاح هو جزء من الفيروس أو الفيروس نفسه ميت أو الإفراز اللي سواه هذا الفيروس أو البكتيريا وطرحه في الجسم فحصل فيه الأضرع فهي عبارة عن يا الفيروس نفسه أو جزء منه اللي هو جزء من مركباته أو من إنتاجه اللي هو الإكسكريشن حقه هذا هو فكرة التطعيم طب إيش الفكرة منه زي ما أنتم شايفين الآن أنا حوجد على سبيل المثال مريض لسه ما صر له حسبة قبل كده اللي هيحصل أني حاخد فيروس الحسبة يا جزء منه أحضر منه المضاد حقه بشكل طبعا مجهري وهو ما عملي هذا الشيء وأكبر هذه المضاد بكمية أحقن فيها اللي هو الإنسان أو الشخص اللي مفروض يسوي له التطعيم إذا هيحصل الآن أنا جاتني كمية مصغرة من المرض دخلت في الجسم الجسم طبعا هيتحفز المناعة عند هذا الإنسان فحيكون مضادات له هذه الفيروس من قبل ما يصير له إصابة إيش أنا حصل؟ الجسم عنده ذاكرة المناعة عندنا ذاكرة الذاكرة إيش هيتسوي؟ هيتسجل هذه الفيروس على إنها وحدة من الأمراض اللي هي تقدر تسوي حصانة منها فبالتالي الفكرة في التطعيم هو جزء مصغر أو مضعف من المرض نفسه تم طرحه إلى المناعة المناعة كونت اللي هي المضادات لهذا المرض حطته في الذاكرة في أي وقت حيكون هو عرضة لهذا الفيروس أو لهذه البكتيريا حيكون مستعد لها والجنود موجودة والحرب شغالة وما هي تصير إصابة من هم الفئة المستهدفة؟ أكيد طبعا ممكن للناس نحن يديها نفس التطعيم ولا كل المجتمع يأخذ نفس الشيء الرد عليهم التطعيم الخاص بهم الأطفال فيما بعد عشان يدخل المدارس النساء والحوامل لهم تطعيم ونوع التطعيم حقهم مختلف كبار السن في بعض الأمراض المزمنة المصابون بضعف الجهاز المناعي لهم برضو المضادات أو اللي هي التطعيمات الخاصة بهم برضو الفجاج على سبيل المثال زي ما قالت الدكتورة في بعض الباكسين يشرط عليهم يكون أخذها قبل عشرة أيام من الحج في بعضها يجب أن يكون أخذها من أول في المنشطات الموجودة فيها المسافر من المناطق الموجوعة بعض التطعيمات وبعضهم لا حتكون بعض الوقايات أو بعض بهم المضادات الحوية سواء كان الفيروس أو مضاد بكتيري اللقاح التطعيمات في بعض الدول حتى المجاورة تقول عنه مطعوم هذه كلها تؤدي إلى نفس الهدف وهو الاسم اللي هو العربي أو المعرب للقاحات اللقاح زي ما قلنا هو عبارة عن نوعين يا أما الأكتف يا أما الباسف يعني يا هو عبارة عن الفيروس نفسه بس مضاعف أو هو أصلا جزء منه فبالتالي الفيروس نفسه ما هيدخل زوال جسم لذلك هتلاقوا طبعا في مراحل في التكوين وزي ما شفنا في كورونا هتشوفوا الآن الأنواع الثلاثة التي حضرت من فاكسين كورونا فيها تنوع وفيها اختلافات في التحضير لين وصلوا إلى الذي هو المناسب الذي كان لدور كبير طبعا فيما بعد في الحصانة طبعا أول حاجة بيسلوا المرحلة الأولى في تخضير أي مطعوم أو أي تطعيم أو أي نقاح التجارة بتكون على عدد بسيط من المتطوعين بعد كده طبعا بيجربوها على عدد أكبر مع وجود طبعا تأكد من وجود سلامة المتطوعين بعد كده يجرب على المجتمع بعد ما يأخذ أكيد موافقات بأمنية لما خلاص يصير أوكي ويصير له فعالية وهو آمن أيضا ينص بي على إنه فاكسين بعد ما ينص على إنه فاكسين ومن ضمن اللوائح الموصة بها يصير بعد كده برضو متابعة المتابعة مهمة جدا حتى بعد ما ينص من الوزارة في الصحة في أي بلد أو يصير بعد كده من اللوائح الأساسية في التوصيات العالمية لأنه برضو أنا أبغى تطريب إنه هو يسوي حصانة ما يسوي مضاعفات فتكون الفوائد منه أكثر من الأدرع زي ما سميناهم أنت وزي ما أنتم عارفين قلت لكم اللقاح الحي المضاعف أو اللقاحات الغير نشطة هذول النوعين طيب إيش يعني الحي إنه هو تم إضعافها يعني هي مايكروب نفسه بس تم قتله أخذ اللي هو اللي هو اللي هو القشرة حقته ووضعه طبعا في خلايا الخلايا هذه هتسوي لها بعد كده ما يقوله تفخيم وتكرار وتعطى إلى المريض فيأخذها هو طبعا على شكل اللقاح واللقاح هذه غير طول العمر وغالبا هذه تأخذ مرة واحدة في العمر ما يحتاج الإنسان إنه نفس الفيروس بس مضعف إلا إنه الغير نشط يعني أنا أخذ جزء منها ومحضر منها أجسام مضادة وأعطيتها هذه المريض فغالبا هذه تحتاج إلى جرعات منشطة زيها زي المترافقة أو الفرعية بنفس الفكرة زي السمية هي جزء اللي قلنا الإفراز حق البكتيريا أو الإفراز حق الفيروس أأخذه أكبر طبعا منه كميات كبيرة وبعد كده أطرحه على شكل تطعيم مرة أخرى برضو يحتاج إلى مدعمات معلومة فكيف تساعد اللقاحات على حماية الإنسان زي ما قلنا بالضبط يدخل الجسم يقوي المناعة يسوي لها اللي هو المضادات حقه الفيروس اللي هو أو البكتيريا الموجودة ويؤدي إلى بعد كده تجهيز المناعة بجنود طبعا عرفة تركيبته عرفة كيف تخترق وبالتالي يستطيع هذا الفيروس أو هذا البكتيريا إحداث المرض في الإنسان بنسبة عالية المناعة المجتمعية سمعناك جدا عنها فوقت الكورونا وبعض المجتمعات أخذت إنه لا في اللي هو طبعا نتعرفين سمعناها حتى بمناعة القطية بعض الدول وبعضها قال لك لا هم هي الأفراد القطية إيش فكرتها إنه أنا أسوي عدد معين من الأصحاء يأخذوا هذه التطعيمات بحيث إنه أقلل من نسبة الإصابة في المجتمع فبالتالي لما يقدر يأخذها سواء عنده تحسس منها أو الحوامل أو كبار في السن هما لما يتواجدون مع بروب كبير آخذ التطعيم فنسبة الإصابة ستصير أقل فبالتالي يصير في معادلة ويقلل الإصابة بالمرض وبالتالي زي ما أنتم شايفين يصير في تحكم لإنتشار المرض في توصيات المهمة طبعا وهذه دائما نحن في كل حملة لازم نسويها أعتقد أن اليوم كان فرصة طبعا موجود الصحافة معنى بحيث إنها إن شاء الله بإذن الله يعني نقولها بصدق قوي ما في حاجة اسمها إن والله أنا أؤمنة ولو أمين هي حاجة اسمها لازم إنك أنت تكون ماشي مع تعليمات البلد في نفس الوقت تأكد إنه وزارة الصحة أو الناس المسؤولين في البلدان اللي مصرود في أماكن قرارات مهمة زي هذه ما أخذوا هذه القرارات إلا بعد ما سنووا دراسات أكيدوا وتأكدوا إنها نفعها أكثر بكثير من ضررها لازم يكون في توعية أنا أعتقد في بعض حتى المناطق في المملكة وفي طبعا الخليج والدول المجاورة تحتاج إلى توعية توعية الأهالي مش بس فقط في تربية الأطفال وفي متابعة تعليمهم صحتهم أهم لأن هذا الطفل لو ما كان في صحجينا ما هيقدر يستمر في الحياة بطريقة سليمة في بعض الأهالي يستنى لين وقت المدارس ويبدأ في التطعيمات هذه طبعا للأسف أخطاء مهمة أن نركز عليها في بعض تطعيمات المفروض ياخدها هو الطفل وديسها رضيع هذه أعتقد مسؤولية طبعا أكيد الإعلام مسؤولية الكادر الصحي أنه في وقت تحضير الأم للولادة أو فروض مفروض إن شاء الله تحضير الأب والأم لإن شاء الله يعني الحصول على هذا الطفل أو الطفلة أنه يكون لهم تثقيف صحي من هذا وتوعية من هذه الناحية في بعض التطعيمات وهم أطفال لازم يكون خلاص مشى عليها الحاجة التانية في بعض التطعيمات زي ما اتفقنا حسب البلد يعني في بعضهم كانوا متعاثين على سبيل المثال فاضطر أنه ما يأخذ بعض التطعيمات هذه برضو لها طريقة ولها أكيد توصيات خاصة بها في بعض الأطفال يقول لك لا ما أبغى دخلوا المدرسة الآن أو أبغى دخلوا بدري فكل هذول يدهم توصيات لابد أن نركز عليها يجب أن يكون لكل الطفل أن يكون له كرت أو يكون له دوكمنتيشن حكاية أنه والله أنا فاكر أنا مش فاكر ها طبعا الجزية هذه خلاص الحمد لله المملكة تعددتها من الزمن والمراكز الصحية الآن بإسماء الأطفال يعني سواء كانوا رضع أو فيما بعد أطفال مدارس بإسموه بالرقم اللي هي الوطني خلاص يعرف الضبط إيش التطعيمين أخذوا كم باقي بيدودوا كمان نوع من التفكير في التطعيم الفلاني ابنك أو بنتك عشان يراجع مركز صحي كمان أيضا في المملكة الآن فيه زي ما شفنا فيه جداول المختلفة أو في فئات المختلفة من اللي هما في عمر الزواج أو في الأطفال المدارس أو حتى في الرضع أو في حتى بعضهم اللي هما عندهم أمراض مزمنة أو أمراض منع ضعيفة الآن في معلومة مغلوطة دائما كنا نقول أوه لا هذا بس 80% هذا الفكسين ما هو قويس أبو 90% أفضل ترى هي لا تقاس بهذا الطريقة لا يعني أنه 80% يعني هو فعاليته فقط 80% لا معنى كده أنه هذا الدواء أو هذا اللقاح سيخفض نسبة الإصابة بهذا المرض إلى 80% وليست فعاليته في جسم هذا الإنسان فننتبه في بعض المعلومات كانت تطرح في الإعلام طبعا هي نوع من يعني الحروب بين الشركات ممكن حتى على أساس أنها تقول أنا أفضل من هذا لا هي هذا الفكرة منها فعاليته في أداء واجبه في المجتمع اللي يطلب منا تحسين هذا المجتمع طيب الجزء الهام الآن طيب ماذا لو لم يطعم هذا الشخص أو هذا الطفل والله ما فيه فئة من المجتمع ترفض التطعيم ببساطة شوف كمية الأمراض التي سوف يصاب به هذا الطفل وقد يكون للأسف الشديد عرض للوفاز ما يقولنا في بداية المحاضرة فإذن أنا ممكن أقول ما أبقى طعم الطفل وما أبقى أنا نفسي حتى أخذ التطعيم لكن ما هي نتائج النتائج للأسف ستكون وخيمة لذلك دائماً كنا نسعى إحنا في عيادات حتى هنا القلبية عندنا في المملكة مرضى القلب ما نباهم يكون مصابين بلا سمح الله الفيلوينزا قوية أو كورونا لا سمح الله أو حتى نيمو كوكر أكثر عرضة لهذه الأمراض هم أمراض المزمنة وخاصة لما يكون كبار في السن ولما يكون مرضى القلب مصاحب مع مرضى السكري فلك أنت تخيل الآن المناعك في وضعها فهذه دائماً المصايح تكون لهم ما في تخويف لكن ترغيب أنك بالفعل قد لا تصاب بالإنفلوينزا ولكن لو أصبت بها ستكون للأسف قوية لا تستطيع تحملها قد لا سمح الله تؤدي إلى مضاعفات هذه المضاعفات ممكن قد لا سمح الله تؤدي إلى الوضع الآن زي أنتم شايفين عدة أنواع من اللي هو الكوفيد-19 اللي هو الكورونا إيش التكنيك وإيش التفاصيل أعتقد هذه كانت داينمة الحوار بين كل الممارسين الصحيين وأنا كنت أولهم وإيش تنصحه طيب نأخذ حق مديرنا ولا نأخذ حق أسترازينيكا ولا نأخذ حق فايزر في الآخر الدولة هتشوف إيش المناسب لمجتمعها بمعنى آخر هل أنا أعمل أو يعني وافق على الفكسين اللي يصنع من الـ RNA ولا الفكسين اللي يصنع من المضاعف الفارس المضاعف تعتمد على مناعة المجتمع اللي أنت الآن تدي الفكسين وأيضا على كمية الجرعات المطلوبة والأهم من ذلك زي ما أنتم شايفين على الإفكس اللي هي قوة هذا الفكسين في الحصانة في الحصانة دائما والأمراض الوبائية نحتاج دائما إلى أن تكون فعالية عالية لأنه أنت الآن إيش حسي يحتدي كمية أكبر من الفكسين فبالتالي أنت قد تحتاج إلى 90% من المجتمع أن يكون محصن بهذا الفكسين بدل من 80 أو 70% فبالتالي المتطلبات لتصنيع هذا الفكسين ستكون أعلى في وجود طبعا الوباء نفسه أنت بتلاقي صعوبة في توفر الفكسين لذلك الآن ما نسعى إليه نوع الفكسين أكثر من فعاليته في الفرد وهذا ممكن جزئيا بعد كده بتفاصيل أكثر عن طريق الصحافة إيش هو المقصود فيها التوصيات العامة دائما وأبدا اللي هو لازم يكون في توعية للالتزام بالتطعيمات والنهير اللقاحات لابد أن يلتزم الأفراد طبعا والأسر وبالتالي المجتمع بهذه التعليمات لأنها في الآخر من أجل إنشاء بإذن هذا مجتمع صحي ومحصن بطاقات مهمة والدوكمنتيشن اللي هي رزق هذه التطعيمات مهم أن يكون هناك طبعا أكيد نظام يرصد هذا الشيء لأنه ممكن الإنسان يخده في أي مكان ما هو منتزم في المكان أو في مصح خاص أو في مركز صحي معين برد تصطيف المجتمع أنه أنت الآن ما نقصد بالحصانة وماذا نقصد بالتطعيم ونفرق بين الاثنين وبرد الآن نحتاج الاثنين مع بعض عشان نقدر نصل إلى مجتمع صحي وآمن فبالتالي التطعيم واحده ما يكفي في بعض الأحيان زي ما كنا نسوي في كورونا التطعيم مع العزلة التطعيم مع البعد عن المصابين فكانت أكثر من خطوة للمشهور إلى مجتمع محصن دائماً وأبداً كنا نقول حتى اللي هم العيادات المتخصصة لما تدي فاكسين اللي هي بتاعتس بي على سبيل المثال هو الكبد الوبائي يحتاج إلى جرعة اللي هي مدعمة إحنا طبعاً الكادر الصحي جزء من توصيات طبعاً اللي هو الاستمرار في العمل أنه نتأكد دائماً أنه التطعيم شغال وبالتالي ما نحتاج إلى جرعة مدعمة أو لو احتجنا بدون طبعاً خبر فنأخذ الجرعة طب ما هذا عن المجتمع كيف حنسويها فأعتقد هذه من النقاط أو المحاور الممكن نركز عليها اليوم آلية تذكير بأجرعات منشطة للمناع نعم في بعض مثلاً دول زي المملكة إنه رخصة القيادة على سبيل المثال ما ترطى إلا في حالة التأكد من التطعيمات المعينة الحوامل وهكذا الحجاج وهكذا ولكن يمكن نحتاج كمان إلى التنصيات أقوى شوية في الجرعات المنشطة التي تحتاج إلى دعم على مرة السنين زي ما اتفقنا اللقاحات هي إن شاء الله شيء آمن وشيء صحي وصحة الانجتمع قائمة على الأبحاث وعلى إن شاء الله بإذن الله الدعم العلمي أيضاً بوجود طبعاً مراكز ومختبرات وشركات متخصصة تعمل ليلة النهارة من أجل الوصول إلى دراسات وتطعيمات بإذن الله آمنة تعمل على زيادة المناعة بدلاً من وجود الأمر يمكن آخر حاجة أنا عشان خلص إحنا لا وشك بإذن الله كمان موسم الحج وزي ما أنتم شايفين وزارة الصحة إن شاء الله نشيطة الآن ويعني من جزء من الأشياء والتوسيات المهمة الآن إن نوعي طبعاً المجتمع ودول مجاورة بالتطعيمات المهمة للحج لأنه في بعضها لازم تأخذ قبل وقت فيفضل الآن طبعاً التذكير بها والإشادة بها وحطوا طبعاً لائحة محدثة موجودة الآن على الموقع بالتطعيمات الأساسية اللي لابد أن يكون كل حاج يعني على الأقل لو ما أخذها يكون مجال الحج إلا هو آخذها في بعضها زي ما أنتم شايفين إنفلونزا على سبيل المثال ممكن يخذها قبل عشر أيام في بعضها لازم تكون قبلها بوقت الحم الشوكية هذه مهمة جداً طبعاً إنها تؤخذ كمان فترة معينة من شهر إلى ثلاث شهور حسب طبعاً التوصيات الموجودة في الموقع برضو في بعض التطعيمات زي ما قلنا يبغى لها جرعات منشطة لأنها لابد أن تكون طبعاً أكيداً لمناعة شغالة وقوية في وقت الحج لأنها أكثر ويكون في اقتضاظ بشري وأكيد اندشار للأوبيع لو ما كان في حصانة في هذا الوقت فريق الطبي ليس فقط طبيب لكن طبيب وصيدة وممرض وطلاب طب وطلاب سيدلة وطلاب تمريض لأنه احنا في الآخر أعتقد فريق عمل واحد كلنا مسؤولين الآن عن توعية المجتمع وكلنا مسؤولين أيضاً عن إيجاد فكرة التحصين والمجتمع المحصن من الأمراض لأنه زي ما هتو شايفين مجتمع لازم يكون صحي عشان يقدر يقاوم هذه الأمراض ويقدر يستقبل حجاج بيت الله وإحنا كبلد حرامين لابد أن نكون عن نواعيك طبعاً قوي جداً في التطعيمات وبالتالي في الحصانة وفي المجتمع الصحي شكراً في الحقيقة بهذه الخاتمة التي وصلت إليها الدكتورة فخر نكون وصلنا إلى الجزء الأخير في هذا المؤتمر الصحفي الصحفي الذي يقام بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصين أشكر رئيس المؤتمر سعادة الدكتور هاني الهاشمي أشكر المتحدثتين الفاضلتين دكتورة رجاء الردادي دكتورة فخر الأيوبي وأرحب في نفس الوقت بالزملاء السادة الإعلاميين المتواجدين معنا في هذه الأمسية العلمية المفيدة على تواجدهم وأشكرهم على حرصهم لنقل هذه المعلومات الثمينة التي اجتمل عليها هذا المؤتمر الصحفي الذي عشناه من الساعة التاسعة من هذا المساء الآن نبدأ باستقبال الأسئلة منكم إخواني العزاء وإذا تسمحولي إننا نبدأ بالأستاذ نجلاء الحربي أتضل الأستاذ نجلاء بسؤالك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة 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 أول شي سؤالي أنا موجه للدكتورة رجاء الردادي السؤال هو هل المرأة الحامل أو المرضعة يتسبب لها اللقاحات في مشاكل أو للجنين ومن الإجراء الواجب اتباعه لوقايتها من العجوى 12 سفر سؤال جميل زي ما تكلمنا إحنا الأطفال لهم تطعيمات كبار السن لهم تطعيمات كذلك النساء الحوامل لهم تطعيمات يعني مثلا في فترة الحمل تطعيم عن الكزاز أو التتنس ضروري أننا نقدم من الحامل وقت الحمل لكن في بعض التطعيمات إذا ما لها ضرورة ما نعطيها مثلا الحمى الشوكية إحنا نقيم هل خطر الإصابة بالمرض أكبر ولا خطر إننا إحنا نعطيها فكسين ما لها داعي تطعيم ما لها داعي أكثر فإذا كانت طالعة الحج وفي ضرورة إنها تأخذ التطعيم ممكن نعطيها يعني في بعض التطعيمات ممنوعة للحوامل ففي قائمة لما تجي الحامل نقيم المخاطر وبعضها ممنوعة وبعضها متاحة لكن على حسب بالنسبة للإنفلونزا والحمى الشوكية اللي هي أهمها واللي إحنا نكون موجودين في أغلب دول العالم نحتاجها ممكن إعطاءها للسيدة الحامل لكن الباقية مختلفة على حسب تقييم المخاطر وحسب تعرضها طيب كده جميل دكتورة جزاك الله خير في الحقيقة أنا شايف أنه في بعض الزملاء الصحفيين فضلوا إنهم يبعثوا بالأسئلة على التشات في العرض غادة لكن إذا حبوا إنهم يقدموا الأسئلة مباشرة فهذا يعني يكون مصدر سعادة لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتفضل الأستاذ راشد من جريدة من جريدة الرياض الله أحفظكم شكرا على هذه المعلومات الثمينة الله أعطيكم العافية وصراحة تبعناها بكل اشتياق وبإذن الله يعني يستفيد منها الكثيرين إن شاء الله داخل المملكة وخارج المملكة خصوصا يعني إحنا الآن مقبلين على موسم الحج بإذن الله في عندي سؤال لو سمحت للأستاذ لدكتورة رجال الردادي إذا ممكن دكتورة ما هي أكثر الأمراض شيوعا أثناء السفر وما هي الاحتياطات الواجب اتباعها لمرضى الأمراض المزمنة أثناء السفر خصوصا المسافرين من السعودية خارج السعودية هو القادمين للسعودية خصوصا أوقات الحج الله أحفظكم أكثر الأمراض انتشارا خلال السفر هي أسهال السفر وعادة يكون بسبب المنهة الشرب أو الأطعمة أو وجود بكتيريا لها طبعا الأسباب ممكن فيها أمراض لها تطعيم مثل زي ما قلنا الكبد الوباء وممكن الكوليرا وفي بعضها ما لا تطعيم فالإجراءات الوقائية مثلا دائما نتكلم إحنا من النصائح أنه لا تستخدم التلج ما نعرف التلج هذا من أي كيف تلجه في أي مكان ممكن يكون عرضة خاصة في الصيف يعرض للإصابة ثانيا الحر وتأثيره على المأكولات طبعا هذه الإجراءات الوقائية فضلت دكتورة فخر قالت أنه التطعيم مو كل شيء أنه حتى لما طعمنا قلنا بل لازم اتباع الإجراءات الوقائية نفس الشيء اتباع الإجراءات الوقائية فيها وبعدين الأخذ التطعيمات ثاني شيء الإنفلونزا وشيء الإسهال والإنفلونزا والحمة الشوكية هذه الثلاث الأشياء الشهيرة اللي عادة في السفاتكم موجودة عادة ذلك طبعا قلنا إحنا أفريقيا بالإضافة إلى جهود الحمى الشوكية فيها في عندهم الحمى الصفراء فالحمى الصفراء هذا واحد من أهم التطعيمات اللي مفروض تكون متوفرة عند السفر هناك وحتى يعني عندنا نحن في المملكة والله الحمد حتى في دخول الأشخاص من قادمين من جنوب أفريقيا يشترطوا منهم التطعيم عشان الدخول هنا وإحنا عندنا لما نسافر هناك يشترط لنا التطعيم عشان للوقاية من الإصابة بهذا المرض شكرا دكتورة إذا تسمحوا لي نأخذ سؤال من الأسئلة اللي وصلتنا عبر الشات سؤال من الأخ عبدالله دماس وهو من بيزنس كورنر بيسأل لكم دكتور هاني إلى أي مدى تساهم التطعيمات في الوقاية من الأمراض وما هي أكثر اللقاحات فاعلية وانتشار في وقتنا الحالي بالفضل دكتور هاني طيب الله أعطيك بالعافية الدكتور الرجاء ودكتور الفخر ممكن أجابوا عليها بشكل كبير لكن أنا عندي رقبتين بس أبوظيفها قد تكون مفيدة جدا للزمرة الموجودين أممكن الناس اللي ولدوا بعد الثمانين الثمانين ما شافوا مرض اسمه شار الأطفال ما شافوا مرض اسمه جدري هذه الأمراض كانت في السابق تسبب مشاكل صحية وفيات كمان بعد الله سبحانه وتعالى التطعيمات هي كانت السبب الرئيسي في اختفاء هذه الأمراض هل هذه ممكن ترجع ممكن ترجع إذا الواحد بدأ يتساحل في موضوع التطعيمات وأخذها ففي تطعيمات الآن موجودة وزي ما تفضل الدكتور الرجاء ودكتور فخر الأشياء المعتمدة في السعودية بالنسبة لتطعيمات صغار السن وفي فترة المدارس في تطعيمات معتمدة كذلك لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في تطعيمات تأخذ بشكل دولي وسنوي أشارها الإنفلونزا والآن كورونا فهذه الأمور ضروري جدا الواحد تبع الإرشادات تعتمدها وزارة الصحة والجاعة الصحية في المملكة لكن الفعالية موجودة وفي عندنا مثالين هامة جدا كانت في السابق الآن ما نشوفها الجدري وشل الأطفال فهذه أشياء اختفت بالفضل الله سبحانه وتعالى ثم الفضل اللقاء شكرا دكتور هاني في إضافة دكتورة إيبا إحنا عندنا نعاني في الطب الوقائي من هذا يعني تفضل دكتور هاني قال كلام جدا جميل أنه فيه أمراض اختفت ما كانت موجودة الآن في الحوارات أنه مثلا ما نجي يقول طعم عن الحمى الشوكية يقول ما هو موجود المرض نادر من فين أتعرضه طب هو ما هو موجود لأنه فيه تطعيم أنا أول ما أوقف في التطعيم يرجع المرض يعني الأطفال الآن إحنا وفيات الأطفال في المملكة انخفضت بنسبة جدا كبيرة وأصبح عندنا واحد من أكبر نجاحات المجال الطبي انخفاض وفيات الأطفال ليش؟ بسبب أنه ما في حسبة ما في هذه الأمراض كلها اختفت تماما ولو نشوف حسبة أو شيء نقول أنه أكيد في مشكلة في هذا المكان ما الطعام ولكن مشكلة الطب الوقائي أنه نتيجته مو يكون الواحد مريض ويتعافى لا المريض ما مرد وإحنا ما نقدر نقول له والله إحنا اللي خلينك ما تمرد ولا إحنا ديناك تطعيم فلأنه الأوتكم حقنا نيجاتيب الأوتكم مو شيء اختفى الأوتكم هو أصلا شيء غير موجود وإذاك هذا السؤال دايما يتكرر هالتطعيمات لها خلينا نوقف التطعيمات وشوفه وأكبر دليل يمكن ساعدنا هو الكوفيد لما نجات تطعيم خلاص فهذا السؤال شوية صعب وبالنسبة لنا إحنا يعني دايما متعودين على اللقاء ويعجبني أنا طرح السؤال عشان نوضح هذه النقطة بارك الله فيك دكتور الرجاء خلينا ننتقل إلى الأخت ولاء حداد من مجلة سيدتي أتفضلي طيب مين يحب يسأل طيب خلاص إذن أنا أخذ سؤال من المرسل أمامنا وهما موجودين معنا يعني كنت أفضل الواحد يطرح السؤال بنفسه عندنا سؤال من العبد المهدي صحيفة المؤشر الاقتصادي ما هي أهم اللقاحات الواجب أخذها سنويا وما هو الجديد فيما يخص لقاح كورونا ما أدري مين يحب يجاوب دكتور الرجاء تحب يجاوب عليه الجزء الأول من السؤال ممكن تقريباً نحن تعرضنا إليه أهم اللقاحات اللي نفضل لنأخذ سنوياً ولكن الأخير هو ما هو الجديد في لقاح كورونا اللقاحات اللي نأخذها سنوياً طبعاً هي الفلونزا الفلونزا الموسمية هي أهم اللقاحات التي تتكرر سنوياً ما أعرف يمكن دكتور هاني يجاوب أكثر مني في الجديد في لقاح كورونا أتفضل طبعاً بالنسبة للقاح كورونا الآن الجميع الحمد لله متوفر في المملكة اللي هو اللقاح متعدد الكفاءة اللي هو الآن هو اللقاح متوفر في المملكة نسبة فعاليته فعلاً عالية يمكن الزملة يمكن عندهم في أكبر بكثير مني لكن الآن الجرعة التنشيطية موجودة ضروري جداً الفترة القادمة هذه المجتمع هيكون واعي للموضوع لأنه بدون الجرعة التنشيطية يستور المناعة المكتسبة حينزل إلى مرحلة معينة ممكن تكون فيها الإصابة تحدث خصوصاً للمرضى اللي هم كبار السن خصوصاً للمرضى اللي هم عندهم مشاكل صحية مزمنة أمراض قلب أمراض سكر الأمراض اللي هي على أكبر المناعة فالآن الجرعة التنشيطية متوفرة وموجودة والفترة الحج كمان جاية يا ريت ما نتهاوم في الموضوع هذا بشكل كبير لأنه مع قدوم الحجاج وفترة الموسم الحج قد يكون هذا شاغر لناس كثير الدكتور رفخر يمكن عندها برضو إضافة فعلاً أنا لأنه كمان من التوصيات الآن لفوكسين الخمسين اللي هو الحزام الناري الآن برضو أصبح من التضعيمات المصة بها لفوكسين الخمسين الكورونا الجديد حق كورونا فايزر الآن أخدت الجو عشان الصحافة تكون موجودة بشكل قوي مو عشان طبع دكتور هالي موجود لكن بالفعل خيزر أثبتت ما هي بس فقط فعالية لكن برضو مهم جداً زي ما قلت لكم أنا سان محاضرة أن تكون متوفرة للفاكسين أن أصنع كمية كف الطلب مكافئة لإحتياج البلد فهذه جزئية جداً مهمة طبعاً وبالتالي فاكرين أول يقول لك تأخذ جرعة مثلاً من شركة جرعة ثانية من شركة ثانية وهكذا هذه الآن أثبتت عني أن ما هي ما هي شيء عني موثق فبالتالي الجرعة التي هي التحفيزية أو التي هي المنشطة بغض النظر إيش الجرعة التي كانت قبل كذا هو الآن التوصيات فعلاً في هذا الموسم أن سيار في تذكير التي أخذوها من فترة عدة أعتقد دكتور هاني يمكن اللي عدوا ستة شهور صح الآن الجرعة منشطة ضرورة شكراً دكتورة سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم من مجالة غرفة جدة مجالة التجارة أتفضل أهلاً بالجميع وطبعاً في البداية أشكركم على المعلومات القيمة واللينا سمعناها خلال الندوة والمؤتمر وخاصةً قبل موسم الحجم عندي سؤال للدكتور هاني فايزر بتعد شركة رائدة في مجال الأبحاث وده معروف للجنج ما هي أحدث النتائج التي توصلت عليها فايزر في مجال الوقاية والتحسين من الأبراد شكراً طيب الله يديكنا عافية سؤال جداً جميل طبعاً فايزر تعمل دائماً على تطوير منتجاته وحلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية في الوقاية من الأمراض المعدية الآن زمرك تكلم على مجموعة من التطعيمات من ضمنها المكورات الرأوية مرض المكورات الصحائية طبعاً فيروس كورونا المستجد لكن الآن في أبحث قريبة جداً من النشر اللي علاقة بالإنفلونزا بالحزام الناري بالفيروز اللي هو المخلوي التنفسي كذلك في بعض التطعيمات التي تأخذ البكتيرا في الجهاز الهضمي والقاية متطول لكن هم الآن يعني الوضع الوقاية خير من العلاج تم إثباته بشكل واضح جداً وصريح في فترة كورونا فالآن التركيز كبير جداً على الوقاية تمام شكراً هل في سؤال آخر الزملاء الموجودين معنا طيب خلينا نسأل كمان إذا تسمحوا لي سؤال على بال ما يظهر عندنا سؤال آخر دكتورة فخر الآن نحن بنتكلم عن مناسبات ومن ضمنها أن موسم السفر الآن على الأبواب والناس بتطلعوا وتسافر إيش نصيحتك للشخص هو مسافر الإنسان السليم خليناً يتكلم إيش عادة الحقيبة الطبية البسيطة اللي ياخدها وأفضل العقاقير اللي ياخدها معاه أثناء السفر له ولأفراد الأسرة كالأطفال أيضاً سؤال جميل جداً دكتور يعني كون متخصصة في الأدوية أعتقد يعني حأسهب في هذا الشرح بدوزوء كبير عارفين منه أنها ديمقاط الدكتورة رجاء بيحصل في تسمم في بعض الدول بحكم أنك ما أنت متعود طبعاً على المويا حقتهم أو بعض أكلهم فنحتاج أكيد مسكنات مسكنات مهمة في الحقيبة الطبية مضاد حيوي نحتاج على الأقل من النوعين النوع الأول اللي هو العادي اللي هو زي الأموكسيل وال وال والثاني اللي هو يكون متخصص في اللي هي بكتيريا اللي هي السالبة زي لأنه في بعض الدول فيها أوبئة خاصة فيها فترزب تعمل البحث المناسب بحيث أنك تكون عندك هذه الأدوة موجودة أيضاً من الأدوة المهمة طبعاً اللي هي مضادات الإسهان هذه مهمة جداً وللأطفال خاصة والكبار في السن محتاجين مرضو فيه من ضمن الأدوة اللي هي المغس وال والهي الأمراض للجهاز الهضمي سواء كانت من أكل من تسمم ومن تربو كمعوي هذه جداً مهمة طبعاً وأعتقد بعض الجزء ممكن ما أعرف توافقون الرأي ولا لا يعني بعض الأدوة اللي هي زي دواء مثلاً اللي هي حقاً ضربات القلب لو صار في تسرر في بعض ضربات القلب ممكن نحتاجها أمراض وإن كان ما يكون بس في بعض الحالات يحصلها تحسس زي مثلاً حمال متعودين على أماكن اللي فيها زرع وفيها أحبوب دقاح وكذا فأمراض ممكن ناخد ضربات حساسية مع بخاخات ربوف في بعض الحالات الإسعافية غير كذا طبعاً أعتقد أنه يجب أن يكون في تأمين طبي بحيث أنه يعني إذا ما نكون في أي بلد مجاورة أو في بلد بر المملكة يصير بعد كده نقدر نزور طبعاً الأماركن اللي هي الإسعافية هناك بحيث يصير في متابعة طبية بس لازم نتأكد من وما تسافر فهذه تأخذها الأول وبعد كده الجرعات الوقائية اللي هي في بعضها بناخدها قبل وبعد زي ما شفتوا كده في الأمراض المبائية زي يعني التي بي والي هو السل التفاصيل هذه في بعض الدول إحنا ممكن ما بكون أخذنا التطعيم حقها فيفضل طبعاً ناخد المضاد قبل السفر والجرعة الوقائية ناخدها عشان لما نرجع نكمل على نفس الكورس بس كمان دكتور خوجة أنا أبغى بس أسأل سؤال للصحفيين بما أنه هم يسألون على استحياء إذا ممكن طبعاً يصير هم من طرفهم الرد على هذا السؤال كم منهم أخذ تطعيم كورونا إلى ثلاث جرعات يعني ما هم جرع أو جرع ثلاث جرعات من كورونا إذا ممكن طبعاً يصير في رد من طرفهم هذا استفتاء رائع جداً ممكن نعم ممتاز راشد أنا أخذت جرعات ثلاث الحمد لله والبيت عندي كلهم أخذوا الجرعات فضل بشكره لأنني مؤمن بأهمية مثل هذه الجرعات رائع رائع ممتاز أخي راشد مين كمان أخذ ثلاث جرعات في أربع جرعات كمان الأخ محمد نعم وانا كل تبغى يعني مخترض أني ما أسأل أخذ أربع جرعات نعم ما عليك سامحون يعني مفترض ما أسأل السؤال هذا لكن عندي عندي يعني لقول لهم حماس أعرف مين أخذ أربع جرعات لأنه هي الآن أربع تلاتة أنا عندي هنا نعم محمد حميد بيقول أخذ أربع أخذ أربع جرعات مصبوط نعم 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 أخذت ثلاثة جرعات حسب الأمامي كده إلا بأقدر أشوفه الآن آآ والله يعني ما أذاكر اسمه لا عبده عبده ماذا أخذ ثلاث جرعات معاك رشاد أخذ ثلاث جرعات لا الحمد رائع هيا أخذ الرابع لا تنسى طيب نأخذ إن شاء الله الله تحب العب الله يحمينا يا رب الله يبارك لكم في عندكم أي أسئلة تانية طيب خلينا أنا أسأل كمان أسأل الدكتور الرجاء دكتور الرجاء دائما إحنا يعني بنقضي وقت كبير في التحضير للسفر قبل السفر بقد إيه يجب أن نأخذ التطعيمات إلا واجب إن نأخذها للبلد المستقصدين الذعب إليه إيش هو الفارق الزمني؟ هو 12 أسبوعين 12 أسبوعين 12 أسبوعين 14 يوم أسبوعين قبل السفر لكن إحنا ننصح إن نكون قبل كده عشان إذا كان في بعض التطعيمات طبعا هي بعض التطعيمات نادرة يكون تحتاج جرعتين أو بعض التطعيمات اللي تكون غير متوفرة ممكن يكون قبل فالأفضل أنه أول ما يخطط الواحد للسفر قبل بستة أسابيع يراجع العيادات لكن هو أسبوعين عادة حمى الصفر الحمى الشوكية كلها أسبوعين كفاعية قبل بأسبوعين كفاعية ومدتها قد إيه؟ يعني مستمرة طبعا حتى لو أتخر أخذها وأتخر عن السفر شوية أيها يعني مثلا الحمى الشوكية إذا كان النوع المقترن الكونجوكيت هذا خمس سنوات مدته والثاني ثلاث سنوات فهو مدته طويلة بس عشان يبدأ يشتغل يحتاج أسبوعين نعم وهو هذا هم شيء يعني تقريبا عشر أيام أحيانا أيها نعم طيب أنا عندي سؤال هنا من من موقع عين العالم الأخ رشاد إسكندراني بيسألكم دكتور هاني هل توجد خطط مستقبلية في مجال الوقاية من الأمراض تعمل عليه فايزر حاليا يمكن تكشفون عنها الآن يعني يصير صحفي بالنسبة للأخ رشاد طيب بالنسبة للقاحات تحديدا فايزر تعمل الآن على طبعا اللقاحات الموجودة في فايزر اللي هي اللي يسموه المكورات الرئاودية المكورات السحائية لكن الآن يعمل على الإنفلونزا ويعمل كذلك برضى الحزام الناري كذلك على الفيروس التنفسي اللي هو المخلو التنفسي اللي يسموه RSV يصيب الأطفال مسببوا فييات كثيرة في الفتج فهذا أحد الأشياء اللي نعمل عليها الآن طيب أنا أعتقد أنه أحسن أكتفي بهذا القدر من الأسئلة خاصة وأننا قد تجاوزنا الوقت بروع ساعة تقريبا والكلمة الختمية لكم سعادة الدكتور هاني الهاشمي رئيس المؤتمر أتفضل الله يديكم العافية أتفضل لهم الآن القلم في يدكم كثير من الأشياء المغلوطة تصحيح المعلومات هذه يعني صحيح جزء أن الكادرة الطبية يتحمل مسؤوليتها لكن جزء أكبر يتحملوا الإعلام فأتمنى أنه يكون الزمراء الأفاضل يعني يكونوا اليدة الداعمة في الموضوع هذا الشكر والتقدير موصول برضو للزمراء في الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كالعادة دائما في الأوقات التي لها علاقة بالتوعية الصحة المجتمع دائما يكون لهم بصمة واضحة وهذا اللقاء أحد البصمات أتمنى دائما أن يكون تجمعنا لقاءات مشتركة مستقبلية تقدامنا إن شاء الله موسم الحج فأتمنى أن يكون برضو في لقاء في خلال الموسم خلال الموسم أو قبل الموسم بخليل نجتمع فيه نتخلم عن صحة الحاج بإذن الله كاملة شكرا احترام للجميع شكرا جزيلا لكل من شارك في هذه الجلسة شكرا للجميع شكرا جميع شكرا جميع شكرا شكرا في مناسبات أخرى إن شاء الله إن شاء الله